بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اخوتي اخوتي مرحبا بكم معي من جديد على قناة كويزين او مرازان اليوم اجبت لكم الوصفة ديال العجين ديال الميني بيتزا اللي كانت تعطيت لي واحد سيدة خدمة في بيتزيريا اللي يجازيها بخير وكذلك غنشارك معكم ولو شفاويا سلسة البيتزا السلسة الطماطم ديال البيتزا اللي خديتها من واحد شف جزاه الله كل الخير وغنحاول نعطيكم نقترح عليكم ربعات الحشوات ونعطيكم اهم اهم يعني النصائح باش نجح معكم فبقوا معي الاخير باش نتعرفوا على المقادير وطريقة تحضير هاد البيتزا بناجحة بإذن الله بسم الله اخوتي هنا اغاد اندوزو المقادير اول حاجة عندي هنا ميتين جرام ديال الفينو او الدقيق الاصفر ماشي سميدة الفينو يعني الدقيق الاصفر ناعم ماشي سميدة ديال البغرير والحرشة لا عندي هنا ستمية جرام ديال الفورس او الدقيق الابيض كيف كتشوفو عندي الماء دافئ بشرين عجنو والكمية كتبقى على حسب الخريط كيف غتي تشوفو ان شاء الله في الفيديو بيضة كاملة نصف كاس ديال زيت العود وممكن تعودوه بزيت نباتية عندي هنا الحبق ناشف او جاف او الباسيليك معلقة كبيرة ديال الموتارد او الموسترد اللي ما بغاهاش ميديرهاش ولكن كتعطي واحد طعم زوين في العجين ديالبيتزا معلقة صغيرة ديال السكر حبيبات او سندة خمارة من فئة 8 جرام او باكين بودر من فئة 8 جرام وهنا عندي الملح حسب الضوق واحد معلقة صغيرة وممكن اكثر وممكن اقع على حسب الضوق ديالكم عندي هنا الخميرة حبيبات او الخميرة ديال الخبز على حسب الشو وعندي كذلك بودرة التوم ووزعتر المحكوك هدول تنسيمه كيبقى اختياريين كذلك اللي بغت تضيف الجوج معلقة ديال نيدو او الحليب المجفف تضيفه كيبقى اختياري هو او دوك المناسمات او دوك الاعشاب كتبقى اختيارية وما نبلغوش في الاعشاب باش مجيناش حراء او موراء بسم الله خديت العجين ديالي هنا حطيت في البول الدقيق بنوعيه يعني الدقيق الابياد والفينو درت الخميرة حبيبات افق منها السكر وكذلك ضفت باكين بودر او الخميرة ديال الحلوة وعلى جنب حطيت الملح ما كان حطيته شفوق السكر والخميرة حيث ما يخليش الخميرة ديال العجين تتفاعل لنا ضفت كذلك الزعتر محكوك وبدرة التوم والقليل جدا رشيط القليل جدا من الحباق او البازيليك هنا اخواتي نضيف معلقة كبيرة ديال الموتارد او الموسترد وكذلك ضفت ديك البيضاء ونسكاس ديال زيت العود اللي ممكن تعوضوه بزيت ناباتية وقوت لكم اللي عندها النيدو او الحليب مجفف ضيف جوج معلقة كيبقى اختياري ماشي شارد صافي اخواتي شغلت الحجانة ديالي وكان ضيف المدافي شوية بشوية ما نضيفوهش في دقة واحدة باش ما يجريش لنا العجين ونضطروا مقاو نزيدوه في الدقيقة يتعجن مزيان ويتدلك ممكن نديرو هاد العمل يبليد شوفوا لبنات القوام ديال العجين شوفوه مزيان راهر طبق ومرخوف ولكن ما كينلسقش في الهدين صافي اخواتي هنا نزلت العجين على طاولة العمل غان ديه ونجيبو شوية غير باش نجمعوه وغان ديروه في واحد الإناء اللي مدهون بالزيت وكذلك غان دهن وجه العجين تهوه بالزيت باش ما يتلتسقش ليه ونخليه يخمر مزيان 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 بعد ما خمرتلي العجينة ديالي هاتو ما كيف كتشوفوه الضعف عفو الحجم ديالها غادي ننزلها فوق طاولة العمل ونحاول هكا مهم نجمعها وفي نفس الوقت كان نخوي منها ديك الهواء او ديك الغازات اللي فيها الداخل هنا كان قسم العجين ديالي الى نصفين متساويين حيث عندي طاولة العمل يعني شوية صغيرة باش نقدر نتحكم فيها ونخدم على راحتي غادي نشكلهم كورات نحاول نجمعهم زيان ونشكلهم كورات كيف كتشوفوه في الويديو وغان نغطيهم بواحد البلاستيك ونخليهم يرتاحوا غير واحد الخمسة دقايق غير باش يعطوني الطوح باش نطلقهم اخواتي هنا اخليت اول كورة رشي طاولة العمل بالفينو اخواتي ماشي بالفرص بالفينو ممكن تستعملوا كذلك سميدة رقيقة ولكن الفينو يكون احسن وكنحاول نطلق بالدلاك نطلق شوية ونقلب العجين يعني ما نخليهش على وجهه اللي كان عنه هنو بالولا لا نطلق شوية بالدلاك ونقلب ونرش الفينو من تحت وكذلك من الفوق منه رشيت من تحت قلبتها حطيتها ورشيت عليها من الفوق وغنطلق شوية هنستمر هكا يعني كنطلق شوية ونقلب هد العملية البنات كتعوني ان العجين ديالي فاش نقطعه بعدها فاش نقطعه ما كيف يسقليش في الطبلة وحاجة تانية انني فاش نقطع العجين ديالي كيبقى لفورم ديالي وديك الدائرة هي هي يعني غالبا عجين البيتزا كيدي فورما كتلقوها عوجد شوية في الفران ولا فاش كتهزوها ولا غيتبعوها الطريقة البنات وهد المراحل وهد المقادير وغتنشح معكم بإذن الله تجيكم عجينا اللي هي ممتازة بعدما طلقتها خليتها تحت واحد ثلاثة ولا أربعة دقائق غيباش مني نقطع ما تدفورماش ليا ما تعواجليش شوفوا البنات معايا هنا القطعة تختاروا الحجم اللي بغيتو الشكل اللي بغيتو انتوما كان قطع الدوائر والقطعة تنحطها يعني كل مراجم بالدائرة الاخرى باش ميداعليش العجين بساف وهنا اخواتير انا نسيت ولكن ماشي مشكي لداركة الموقف في الوقت المناسب بحكم انني ما عنديش ديك الالة الصغيرة اللي كيتطقبو بها العجين انا هاد الموشت عندي مخصص صغير لبيتزا جديد يعني ومخلليها مخصص صغير باش نطقب البيتزا شتو البنات راهفاش كنضغط مكن كحش ديك السيركل اللي من ولا يصر يعني كنزحزح هكذا ولا كنضور ولا كنضغط ضغطه مزيان صافي ما نحركش اخواتي هنا بعدما قطعت كنجمع ديك الفائد او ديك العجين اللي شايت في الجناب وفي الوسط غادي نجمعهم مزيان ونديروا في واحد الكيس بلاستيكي ونحتفظ به جانبان حتى نكمل الكورة اللولة والتانية ونرجع نخدم بهم ان شاء الله رحمه راحين شوفوا السنك دي الهراه مغليج وكنهزهم بسهولة نستفهم في واحد الطاوة اللي كانت تدخل الفران اللي انفرش لها الورقة الطبخ شو البنات كيف كان نحطهم كيبقاو بسهولة حيث العجين فاش كنت نطلق كنقلب ونعاود وهذا السر من اسرار النجاح ديال هاد العجين واللي ما كيخليش يعني يتعوج لنا يعني كيف ما هزين قطعناها بالقطاعة كتبقى هي هي هنا اخواتي كيف كانت شوفوا دخلت طاوة ديالي اللولة الفران كان مسخنة مزيان 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 قبل ما ندخل طاوة وحطيتها على ميتين درجة حطيتها في الوسط لعافية من الفوق ومن تحت ندخلها فقط ما بين 4 أو 5 دقايق ما بغيت هاش تحمر ولا غير غا تنشف غير غا تنشف أخواتي ما تددوش كتر من هاد المده غي نشفوها وخرجوها هانتم البنات بعد ما خرجتهم من الفران ره بقي عجين يعني ولكن تماسك غير نشفوا غير تشمعوا وقررش تطاوة من الفران من غير إلك تباغين هوا بطيبوهم ديك ساعة فاش تقطعوا العجين ديك ساعة هنو لاصوس وديروا الحشو ودخلوهم يطيبوا مرة واحدة يعني يتحمروا ولكن إلا غا تديروهم في الكونجيلاتور تحتفظوا بهم إلا غير يتشمعوا واحد ربعة خمسة دقايق ما تزيدوش صاف تشوفوا التماسك تخرجوهم من الفران هنا أخواتي بغيت نشارك معاكم الطريقة يعني درتهم في الكونجيلاتور الوقت اللي حتاجتهم جبتهم واحد ربع ساعة أو نص ساعة قبل دي كونجلوا شوية ترخفوا شوية وكان حتفق منهم أنا هنا درت تلاصو سطومات جاهزة ولكن كيف قلت لكم في الوود الفيديو اللي بغا تلاصو سطومات ديال ديال البيتزا وديال المعجنات غنعطيكم طريقة ناجحة أخذيتها من واحد الشاف جزاه الله كل الخير غا تاخدوا الخلاط الكهربائي ديالكم ديال العصير تديرو أربعة الحبات ديال طماطم مقشرة تكون مقشرة بلا ما تقطعوها خلوها هكا ككورة مكمولة وما تحيدو لها لازري على أول وهكا لكر ذاك الحبات ترميوهم في الخلاط أددو عليهم نص حباء ديال البصلة ايضا مكملون ايضا محمرة قضي تخليón تحتاج الى الكفتة يجب عليك التفكير من البيتزا ستكون جاهزة لتستعمل جميع المعجنات والبيتزا منذ التفكير من البيتزا سنقوم بطون تحمق بطون و تحتاج البيتزا و لا يجب عليك التفكير من البيتزا كمية الكفتاء اخواتي اخواتي اعتقدوا كمية من الكفتاء مع شوية الملح و شوية البصار وتشحرهم في القليل جدا من الزيت صفي و تديرها بلاستها كبلست الطون وممكن تضيفوا فلافيل ملونة مبلما تشحروا هذو الفلافيل قطع صغيرة و قطع دوائر و الفروماج محقوق بالنسبة للحشوات الخضر ممكن تضيفوا فلافيل ملونة مقطع قطع صغيرة و الزيتون مقطعته و الجبن و ضروري نفس الطريقة تدهن العصص و تديروا هذو الحشوات هنا اخواتي كيف تشوفوا كنضيف الجبن و اهم الجبن الذي يزوين بصفة عامة او لقعتها هو المدسرلة باش كيعطيديك التعليكة انا ضفتليه شوية الجبن الاحمر محقوق هنا كنحاول نزين بقطع ديال الزيتون الاسود كيعطيها كمانيضر مزيون واللي بغا اخواتي الحشوة الرابعة لما تكرتها لكم ديال الججاج غد تاخدو صدر ديال الججاج قطع قطع صغيرة تشحروا مع المليحة و يبزاروا شوية القليل فقط ديال الزعتر وتخليوهي تشحر سافي و كتعمروا بها تهيك الدهنولا سوستومات وتضيفوا قطع ديال الدجاج و تضيفوا كذلك الفلافيل ملونة بلا ما تشحروها و شوية ديال الزيتون خضر و الفرماج اني هنا اقترحت لكم ربعة ديال الحشوة البنات و كيبقى اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال ميني بيتزا ديالي و اللي وجدتهم من الفطور كنتمنى ينالوا اعجابكم ينالوا استحسنكم في يوم جديد و وصفة جديدين ان شاء الله اليوم ما جبت لكم ميني بسيطلات او نقدر نقلو قاع السيجر فكيجيوا رائعين بحشوة فيها الكفتا ولكن فشكا تاكلوهم بحل كا تاكلوا وبسطيلة ديال الججاج بسم الله اخواتي بالنسبة للحشوة اللي غنحتاج لهاد البسطلات او لهاد السيجر عندي هنا ثلاثة ديال البسطلات تقبار شوية مبشل دين مربعة صغيرة عندي واحد الكمية ديال الكفتا ندرت واحد ربعمية قرام ممكن تيتو او تنقصوا على حسب الرغبة ديالكم عندي هنا واحد تلاثة المعالق كبار ديال القصبر ومعتنوس مقطعين رقيق ونص مع القاة صغيرة ديال السمن بالنسبة للتوابل عندي نص معلقة صغيرة ديال القرفة القليل من الملوين ممكن تعوضوه بالخارقوم انا درت توابل ديال اللحم ممكن تعاوضوها بالمروزية اللي عندكم توابل ديال المروزية سكين شبير وواحد معلقة صغيرة وليبصال بالنسبة للعسل عندي معلقة كبيرة ديال العسل واستعملت ثلاثة ديال الوبيضات بسم الله بالنسبة للطريقة اخديت واحد اضافة بصيلة مقلاد ثم اضافة مقلاد اضافة مقلاد كمية الزيت اضافة بصيلة اضيف الكفتاء اضيف الكفتاء اضيف الكفتاء اضيف الكفتاء اضيف التوابل تحرق البصلة نضيف كمية الربع نضيف كمية الربع نضيف المعلقة العسل نضيف ليس كمية الربع نضيف كمية الربع نضيف بسرعة نضيف بسرعة نضيف لبيض نضيف بسرعة نضيف بسرعة نضيف بسرعة نضيفedia بقريب بأخير نضيف بحشوة مرحلة جميل كيف تشاهدون جمعتها كلها بالنسبة للجوانب اللي بغا يدهنهم يشدهم بذيك الخليطة ديال الماء والدقيق ممكن انا مدهنتهم شالبنات خليتهم هكاك ما غاديش نقليهم إنما غنطيبهم في الفرن انا خليتهم هكاك راكي جو مستدودين ما كيبقاوش مفتوحين وهنا اخواتي عودت معاكم واحدة اخرى دهنت وخليت اشتول ورقة البنت فاشق نحط لي الحوشوة كنخلي واحد المسافة دير واحد جوش حتى ثلاثة سنتيم حاد كنحط الحوشوة نجمع الجوانب من هنا ومن هنا وعاد كنلف وهذا اللفة اللولة هادي اللي كنلف كنضغط شوي على الحوشوة باشتاخد لي الشكل المطلوب وعاد كنكمل اللف ديالي بها الطريقة رأيه سهلة وواضحة والبنة خطيرة خطيرة البنت غير جربوهم والله ما تندمو عليهم وغتتحسوا كأنكم فعلا كتفلوا البسطلة ديال الجاج واحد الملاحظة اللي بغا يضيف اللوز كيف ما كان ديرو في الحوشوة ديال بسطلة ديال الجاج راكي يجي معها غزال سافي اخواتي بعد ما كمتل وحدة ديالي يكون لهم كنستفهم الطاوة ديال اللي كتدخل الفورن اللي فرش لها ورق طبخ أنا اللي بغا تتقليهم اللي بنا تتقليهم غير هو غصة تسد ديال الحشية من التحت راية أصلا كتتسد يعني بالنسبة للفورن أما اللقلي سدوهم بالخاليط ديال تقيقو الماء أنا هنا يفضلت ندخلهم للفورن كيكونوا يعني صحيين أكتر ندهن بديك الخاليط ديال الزيت والبابريكا أو التحميرة ممكن اللي ما بغاش تدهن بالزيت تدهنهم بالخاليط ديال الصفار لبيض مع التحميرة كذلك ممكن ليكون يعني كامل اختيار وغندخلهم للفورن على واحد المية وتمانين دراجة حتى الميتين مية وتمانين ملة أحسن يعني باش يطيبوا على خاطرهم العافية من فوقهم من تحت وحطى الطاوة في الوسط كيف كنت شوفوا ونخليهم يطيبوا على خاطرهم باش يجيوني مقرمشين وما تبقى ليش ديك الورقة يعني هكا كرطباب هردا ما مقرمشاش لا خليتهم يطيبوا على المهل باش يتقرمشوا ليمزيان كيما قلت لكم لي بغا تضيف اللوز في الحشوة يعني حتى تطيب الحشوة وتسالي كل شي غا يكون عند هاللوز مفسق ومقلي يعني وتقدر تهرمشوا حتى تبرد هذيك الحشوة وتخلطوا معها وهذا تعمر بهم فهليكم الاختيار وبغيب هالطريقة كيجي وروعها لبنات كانت منى تجربوهم شوفوا الشكل ديالهم رائع والديد لبعض دهنتوا بالعسل ورشيتوا باللوز افيلي والبعض الاخر رشيتوا فقط بالسكر غلاسي او السكر سقيل والقرفة دسين كيبقى ليكم الاختيار وكيف ما حبيتوا انتوما وكيف ما كيعجبكم انتوما ففعلا كيجيو شي حاجة ووعرة لبناتك فكنت منى الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسنكم وعجبكم وفرجة ممتعة وكنت منى تجربوهم ان شاء الله كان اكد لكم رايشي حاجة وعرة شوفوا البناتكي جوا عامرين بالحوشوة سمحوا لي لشاهدكم حيث والله العظيم يعني راه هم غزالين وإلى هنا نخليكم فيديو اخر ان شاء الله